من ناحيته أكد الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي خلال استضافته في نشرة سابقة أكد أن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي للبحرين تصم في تعزيز وتلمية العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين كما تنعكس إجابة على مختلف مجالات التعاون بين البحرين والسعودية الزيارة هذه طبعا هي تكريس للعلاقات التاريخية الممتدة بين البحرين وبين المملكة العربية السعودية وفي الواقع أن هذه العلاقات طبعا هي ليست بحاجة إلى أن نحن نتكلم فيها لأن المملكة العربية السعودية والبحرين هم بلد واحد تجمعهم أواصر روابط القربة وصلاة الدم وتربطهم المصالح المشتركة وأيضا الأمن الوطني المشترك بين البلدين كل هذه العوامل تربط بين المملكة العربية السعودية والبحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر